أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوبا يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عن ما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين هذه أيها الإخوة الآيات من بدايتها تتحدث عن قصة بناء البيت بناء الكعبة هذه التي يستقبلها المسلمون في صلاتهم بأمر الله تبارك وتعالى والله سبحانه وتعالى قد أمر خليله إبراهيم عليه السلام ببناء هذا البيت ولكن قبل ذلك أيها الإخوة ربنا تبارك وتعالى أمره أن يسكن زوجه هاجر أم إسماعيل وابنها إسماعيل وهو صبي صغير مولود لم تكتمل قواه أمره أن يأتي بهما إلى هذا المكان هذا بأمر الله هذا الانتقال عندما جاء بهما إلى هذا المكان كان بأمر الله تبارك وتعالى فجاء بهما ووضعهما في هذا المكان ولم يكن فيهما ولا حياه وليس به أنيس فتركهما ثم ول فارتاعت فارتاعت زوجه من هذا الصنيع رجل يترك زوجه وطفله هذا الصبي الصغير في هذا المكان المغفر الموحش ليس فيه ماء ولا فيه سبب من أسباب الحياة فلاحقت به وهي تعلم أن إبراهيم عليه السلام نبي من أنبياء الله وأنه لا يتصرف من عند نفسه فبادرته بالسؤال الله أمرك بهذا قال نعم فرضيت قالت إذن لا يضيعون الله ومكثت مع ولدها برهة ترضعه حتى عطشت وجاعت فقل اللبن انقطع اللبن الذي في ثديها وبدأ الصبي يتضور جوعا فذهبت تعد يمنة ويسرى حتى جاءت إلى مكان السعي هذا وبدأت تركض وهذا هو كما يقال مشروعية السعي أنها كانت إذا نزلت في الوادي خشيت على صبيها فركضت وهكذا فشرع السعي لهذا الأمر إحياء لهذا الأمر فبعد ذلك رجعت إلى صبيها خشية عليه فوجدته من شدة بكائه وصياحه وتدوره جوعا وعطشا يحرك رجليه ويحفر به ماء في الترب فنبع الماء نبع الماء من تحت رجليه هذه هي الزمزم ففرحت وقامت تحوتها حتى لا يضيع هذا الماء وشربت وارتوت ودر لبنها وسقت وليدها قصة طويلة هذه لكن الخلاصة فيها أن هذا الغلام شب وجاءهم بعض العرب وسكنوا معهم استأذنوهم أن يسكنوا معهم وسكنوا معهم وعمر هذا المكان أصبح عامرا بعد أن كان قفرا لأنه وجد فيه سبب الحياة وهو الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي فلما كبر هذا الصبي وشب وأصبح رجلا تزوج فجاء إبراهيم عليه السلام ليزور ابنه فوجده رجلا راشدا في قصة طويلة آخر هذه القصة أنه جاء إليه في مرة تالية وقال له يا إسماعيل إن الله قد أمرني بأمر قال امضي لما أمرك به ربك قال وتعينني قال وأعينك قال فإن الله قد أمرني أن أبني هنا بيتا وأشار إلى أكمة مرتفعة فبنى فيها إبراهيم البيت هذه القصة باختصار أن المجيء بإسماعيل إلى هذا المكان وهو صبي مع أمه وما حصل لهما وأن تردد إبراهيم عليه السلام على هذا المكان إنما كان بأمر الله ليقضي الله أمرا كان مفعولا فأمره ببناء البيت فقام إسماعيل يحضر الحجارة وأبوه يبني حتى ارتفع البناء هذا ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل هذه الآية الأولى معنى الليل يرفعان إسماعيل يناوله الحجارة وهو يبني فلما ارتفع البناء جاءه إسماعيل بالحجر الذي هو المقام كما يقال حتى يرتفع به يصل إلى البناء الأعلى ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أمره أن ينادي في الناس بالحج لكن أثناء البناء ما نسي يا ذكر الله تبارك وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يعني إسماعيل يرفع مع أبيه البناء في أثناء هذا العمل الذي هو طاع لأمر الله وامتثال لما وجه به كان يدعوان الله تبارك وتعالى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أثناء العمل أثناء الطاعة ولهذا يقول بعض العلماء إن الدعاء أثناء الطاعة أثناء العبادة مما ظنّت الإجابة فيما ظنّت الإجابة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الأمة قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء أثناء السجود أثناء العبادة فهما كان يبنيان البيت ويدعوان الله سبحانه وتعالى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم طاع لله سبحانه وتعالى بتنفيذ ما أمر به ثم رجاء أن يتقبل الله سبحانه وتعالى العمل منهما لأن العمل هذا مهما كان العامل حريصا عليه فإنه لا يكتب أجره إلا أن يقبل عند الله سبحانه وتعالى فهما دعوا ربهما أن يتقبل منهما الله سبحانه وتعالى هو السميع العليم السميع للدعاء العليم بما في قلوب عباده من الإخلاص أو غيره ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم هذا تكملة الدعاء ربنا واجعلنا مسلمين لك الإسلام هو الاستسلام والخضوع لله تبارك وتعالى ومن ذريتنا أمة مسلمة لك دعوا الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا أيضا في ذريتهما أن يجعل منهما أمة مسلمة وكما قلنا في الدرس الماضي الإنسان لا يلام على هذا لأن هذا من دواع الفطرة أقرب ما يحرص الإنسان عليه أبناء وأسرته ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا المناسك في الأصل جمع منسك وهي العبادة فالعبادة هي المنسك لكن قد تطلق بالمعنى الأخص وهو شعائر الحج مناسك مناسك الحج من الإحرام إلى الطواف والسعي والوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمال إلى آخر ما هنا هذه كلها مناسك شعائر فلا منع من أن يكون هذا مرادا كله لأن هذا البناء المقصود الآذب فيه ما هو هو إقامة شعيرة الحج والعبادة لله تبارك وتعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التوام الرحيم يعني مع هذه العبادة ومع هذا الاجتهاد ومع هذا العمل ما كان أحده ما يغتر بنفسه ولا بعمله يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه فكيف بحالنا قد نعمل بعض الأعمال اليسيرة ويظن الواحد منا أنه قد أتى بما لم يسبق إليه هؤلاء يعملون ويخافون وهذا كما ورد في قوله تبارك وتعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سألت النبي عليه قال هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخشون ألا يقبلوا منهم فهم حريصون على عاقبتهم نعم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم هذا الدعاء دعاء خاص في هذا المكان في هذه البقعة ليس دعاء للبشرية كلها وإن كان هذا يقول فيما بعد ذلك ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم مبعوث للخلق أجمعين لكنهم كانوا يدعون لأصحاب هذا المكان الذي بني فيه البيت ربنا وابعث فيهم رسولا منهم منهم وهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام نبي الأميين الذي بعث هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فهي دعوة إبراهيم كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن أول أمره كيف كانت بداية أمره فقال عليه الصلاة والسلام دعوة أبي إبراهيم إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة قال وَبَشَّرَ بِيْ عِيسَى عِيسَى عليه السلام يقول في سورة الصف وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسمه أحمد ثم قال عليه الصلاة والسلام ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام لماذا؟ الأرض كلها مهد لدعوة محمد عليه الصلاة والسلام فلماذا؟ يعني تخصيص قصور الشام قصور الشام لأن هذه البقعة من الأرض هي أرض المحشر وأرض المنشر هذه أرض الشام وليس المقصود بالشام ما يسمى الآن سوريا لا كل الشام هذا بما يشمل الأردن وسوريا ولبنان كل هذه هي أرض الشام وعيسى عليه السلام ينزل ينزل في آخر الزمان في الشام في دمشق شرقية المنارة البيضاء في دمشق عيسى عليه السلام وفيها في الشام يقتل المسيح الدجال فالإشارة إليها هنا لها معنى والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذ لهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك قالهم في الشام أو في أكناف الشام فهذه البقعة في غاية الأهمية بالنسبة لنا ولذلك بالنسبة للمسلمين جميعا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول خرج منها نور أضاءت له قصور الشام فهذه الآية أيضا يقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكم الكتاب هو القرآن كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه شيء من القرآن بلغه لأصحابه والحكمة هي ما يبينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أو هي كما هي عند العلماء سنة النبي عليه الصلاة والسلام لأن فيها الآداب والأخلاق والأحكام المتعلقة بتطبيق القرآن نفسه ويزكيهم يعني يطهرهم ينقي قلوبهم ويصحف أعمالهم بما يلقي به إليهم إنك أنت العزيز الحكيم أنت القادر على ذلك نعم هذا تحقق واستجاب الله دعاء إبراهيم عليه السلام وبعث في الأميين رسولا منهم وهذا هو السبب الذي من أجله نقم اليهود وأهل الكتاب على هذه الأمة أمة العرب الأمة الأمية وعلى هذا الرسول الذي أرسل إليه لا يريدون أن يخرج شيء من الخير عنهم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذي لا يتبع ملة إبراهيم وهي الملة الحنيفية وهو أب الأنبياء وهو جد النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا خير فيه ومن يرغب عن ملة إبراهيم الحنيفية ملة إبراهيم وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالحنيفية بالدين الحنيفة والدين يعني أصل الدين واحد ليس عند محمد عليه الصلاة والسلام وعند إبراهيم بل عند أنبياء الله ورسله منذ أن خلق الخليقة إن الدين عند الله الإسلام لكن الشرائع مختلفة الشرائع هذه بحسب أحوال الأمم وظروفها ومتطلباتها هذه كانت الشرائع بكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة أما الدين فيصل هو واحد لكن لماذا ربنا تبارك وتعالى هنا ما قال ما جاء بالمسألة من بدايتها من أيام آدم عليه السلام ونوح وكذا لأن إبراهيم هو الذي حصل الاحتجاج عند هؤلاء الظلم الضالين هو الذي حصل التحاج فيه أنكروا حتى جعلوه كما سيأتي معنا أنه من اليهود أو من النصارى وهو بعيد عنه هو جد هو جد إسرائيل الذي ينتسبون إليه فكيف يمكن أن يكون هو يهوديا أو نصرانيا يعني مسألة مخالفة للعقل قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولا قد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين كما قلنا سابقا الاستفاء هذا اختيار الله لأنبيائه ورسله من بين البشر اصطفاء خاص قدر كوني لا مدخل لأحد فيه ولا مدخل للاجتهاد والاختيار والرغبة فيه هذا اختيار من الله سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس اصطفيناه في الدنيا ثم ماذا بعد ذلك الله زكاه حتى في الآخرة الآخرة ما صار ما جاءت إلى الآن لكن الله سبحانه وتعالى حكم بأن إبراهيم عليه السلام في الآخرة من الصالحين إذن عاقبة إبراهيم معروفة هنا استفاه الله في الدنيا وهو في الآخرة من الصالحين أما نحن فلا نحكم على أحد في عاقبته لا نحكم على أحد إلا من تبين إلا من ذكر في نصوص الشرع أنه من الهالكين أو أنه من الناجين كفرعون مثلا فرعون أبو لهب هؤلاء نحكم عليهم بأنهم من أهل للاك وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أنبياء الله وكذلك من بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة كالعشرة المبشرين وغيرهم هؤلاء نحكم لهم وأما من عداهم حتى ولو كانوا من أهل الصلاح في الظاهر والعبادة والطاعة والاستقامة لا نحكم لهم لكن نرجو الخير للمحسن ونخشى ونخشى النار والعذاب على المسي أما هذا الأمر فإنا لا نتألى عليه لا ندخل أحدا كما يقول علماء المسلمين كما يقول علماء السلف لا ندخل أحدا جنة ولا نارا هذا ليس لنا لله سبحانه وتعالى نعم إذ قال له يعني الله سبحانه وتعالى يسرد هنا قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لماذا إبراهيم حصل هذه المنزلة العالية الرفيعة إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين استجاب مباشرة ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يعني وصى بها بنيه إن الله اصطفى يا بنيه إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وهذا أمر يقودنا إلى أهمية الوصية ومشروعيتها الوصية مشروعة في الدين منذوب إليها حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان لا يبيت ليلة أو ليلتين وله شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه لأن هذه فيها ضمان للحقوق وضبط للأمور الوصية مهمة لكن أعظم من المال وأعظم من حال العيال ما هو الوصية بالإسلام والتقوى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أن يوصي الإنسان من بعده من الأولاد والأهو والأهل بتقوى الله والتزام شرعه والاستقامة على أمره أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت يعقوب هذا ابن إبراهيم عليه السلام لما جاءته الوفاة ماذا قال؟ إذ قال لبنيه يريد أن يطمئن يريد أن لا يخرج من هذه الحياة إلا وقد عرف توجه أبنائه إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي الآن وأنا بينكم أذكركم وأحثكم وأطلب منكم لكن بعدي ماذا تعبدون؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاف إسحاق أبو يعقوب ولكن يعقوب أيضا ابن لإبراهيم ابن الإبن قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن لهم مسلمون كما كنتم الشيء الذي عبدتم ربكم به نحن نعبده والإله الذي عبدتمه نحن نعبده والدين الذي دخلتم فيه نحن ندخل فيه هنا تطمئن نفس الإنسان وهو يغادر الحياة أن من بعده على المنهج السليم هذا أهم شيء أهم من المال وأهم من المتاع وأهم من الرياش وأهم من كل شيء تلك أمة أدخلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون يعني لا تجادلوا في شأن هذه الأمة أمة طاهرة نقية المقصود بالأمة هنا هؤلاء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وبنيهم هؤلاء الذين كانوا على الاستقامة وعلى ما يحبه الله تلك أمة قد خلت ذهبوا إلى ربهم هو الذي سيحاسبهم لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون لا تآخذون بتقصيرهم ولا بتفريطهم السؤال عند الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة سؤال فردي كل نفس تجادل عن نفسها لا يسألك الله عما عمله الآخرون إلا إذا كنت سببا فيه يعني سيسألك الله عن أبنائك سيسألك الله عن زوجك إن قصرت في هدايتهم وتبليغهم وحثهم لكن أما بقية الخلق لا يسألك الله عن أعمالهم كل مؤاخذ بعمله إن خيرا فأخير وإن شرا فشر تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وهذا فيه أيضا كما يقول العلماء عدم إشغال الإنسان نفسه بشيء قد مضى إخبار الماضين هؤلاء في الجنة هؤلاء في النار انتهوا ماذا يفيدنا الآن من أننا نستارض أحوالهم ونأتي وننتقد ونرفع ونخفض انتهوا لها ما كسبت ولكم ما كسرتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى ذكر عن هؤلاء الضالين اليهود وعن المغضوب عليهم اليهود والنصارى الضالين اليهود والنصارى قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا جاء أحد أحبار اليهود كما ورد في بعض الروايات إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إنك يعني لا يصلح أمرك إلا بأن تتبع ديننا قالوا كونوا هودا وجاء من النصارى أيضا من يقول له ذلك فالله سبحانه وتعالى أرشد نبيه عليه الصلاة والسلام قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين لا اليهودية ولا النصرانية لكن ملة إبراهيم هي سبيل النجاح نعم وما كان من المشركين لماذا قالوا وما كان من المشركين إبراهيم لأن هؤلاء أشركوا هؤلاء أشركوا اليهود والنصارى اليهود قالوا زيرن بن الله أثبتوا وجود الله ولكنهم جعلوا له ولدا معه والنصارى قالوا عيسى ابن الله فهم أشركوا مع الله سبحانه وتعالى فلذلك الله سبحانه وتعالى قال قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله هذا خطاب للمؤمنين ما هو الشيء الذي يجب عليهم أن يلتزموا وأن يقولوه وأن يضعوه في حسبانهم لا يحيدوا عنه قيد أنم له قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا هذا الذي جاءنا به محمد عليه الصلاة والسلام من القرآن من الشرائع من الآداب من الأحكام وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباب وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربه يعني هؤلاء جملة ذكروا لهذا المعنى لأن المحاجة مع اليهود والنصارى في إبراهيم عليه السلام لكن ختمت الآية وما أوتي النبيون من ربهم يعني منذ أن أرسى بعث الله النبيين هذا كله لا بد من الإيمان به الإيمان بالأنبياء والإيمان بالكتب الإيمان بالأنبياء والإيمان بالكتب فيه شيء كما يقول علماء مجمل وفيه شيء مفصل الإيمان المفصل في شأن الأنبياء والرسل والكتب ما ذكره الله تبارك وتعالى الأنبياء الذين ذكروا الذين يعني أرسله بتعثهم الله كثر لكن لم يذكر منهم في شريعة ناس القرآن وعلى لسان النبي عليه الصلاة والسلام إلا عدد محصور لكن نحن يجب علينا ماذا أن نؤمن بالأنبياء كلهم إيمانا مجملا من ذكر ومن لم يذكر لكن الإيمان المفصل في الأنبياء ما هو في من ذكر الذين ذكروا في القرآن الكريم وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نؤمن بهم لأن هذا من أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لابد أن تؤمن بهذا فهؤلاء الذين نص عليهم لابد من الإيمان بهم إيمانا مفصلا تعرف أن آدم نبي وأن نوح النبي وهود ويونس وكل هؤلاء إلى أن تأتي إلى إبراهيم ومن بعد إبراهيم وداود وسليمان وموسى وهارون وكل هؤلاء وعيسى إلى أن تأتي إلى محمد عليه الصلاة والسلام هذا من ذكروا والأسباط لابد أن تذكرهم أن تؤمن بهم إيمانا مفصلا كذلك الكتب الكتب التي ذكرت في يعني في القرآن الكريم لابد أن نؤمن بها إيمانا مفصلا صحف إبراهيم وصحف موسى والتوراة والإنجيل والقرآن هذه لابد أن نؤمن بها لأنها نص عليها لكن مع ذلك نعتقد ونؤمن بإيمان مجمل أن الرسل كلهم أنزلت عليهم كتب حتى وإن لم تصل إلينا وإن لم نعرف أسماءها لكننا نؤمن بها لأن هذا داخل في الإيمان بالأنبياء والرسل وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ما نأتي ونقول لا هذا أحسن من هذا وهذا أفضل من هذا وهذا أضعف وهذا لا لا نفرق بين أحد منهم كلهم دعوا إلى عبادة الله وكلهم اتبعوا منهج الله وكلهم بلغوا رسالات الله سبحانه وتعالى وكلهم أرسلوا من عند الله ما جاءوا بشيء من عندهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون يا ربنا خاضعون متذللون بهذا الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب طيب هذا إذا قلنا والتزمنا به بهذا التوجيه الإلهي قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبينا من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون هذه عقيدتنا وهذا منهجنا ثم ماذا بعد ذلك بعد ذلك هؤلاء الأقوام الآخرون خاصة اليهود والنصارى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا إذا قبلوا بهذا الحق الذي جاءكم به رسولكم عليه الصلاة والسلام فقد اهتدوا هذا طريق الهداية وإن تولوا خالفوا وكذبوا وحادوا عن الحق فإنما هم في شقاق خلاف والطراب ومخالف لأمر الله تبارك وتعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وهذا تطمين للنبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى بعثه والله رعاه وحفظه فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم خلافهم وشقاقهم ونزاعهم وظلمهم ومحاولتهم الوقيع فيك والنيل من دينك لا يضرك شيئا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم الله يتولى أمرهم ويرد كيدهم في نحورهم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة هذا الذي نقوله نحن هذا الذي يقوله المسلمون الله سبحانه وتعالى يقول صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة صبغة هي الشيء الذي يظهر أثره يبقى علامة عندما تصبح السوب الأبيض مثلا فيصبح لونه أصفر أو أزرق أو أحمر أصبح له علامة صبغة الله هدايته وعلامته وإرادته الخير لهذه الأمم صبغة الله هذه التي أشار الله ذكرها الله تبارك وتعالى الإيمان بالرسل وبالكتب والاستقامة على أمر الله صبغة الله هذا هو منهج الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون هذا كلام الذي يجب أن يلتزم به المؤمنون وأن يقولوا ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى بيّن لنا كيف نحاجهم كيف نرد عليهم هؤلاء الظلمة هؤلاء الفجرة قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون المحاجة هنا المجادلة بالباطل أتحاجوننا في الله نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق هو الرازق واحد لا شريك له ولا ند له هذا إيماننا هذا ربنا الذي نعرفه وأما أنتم فتقولون له ولد وتقولون يعني بأنه ضعف وأن افتروا على الله الكذب افتروا على الله الكذب اليهود في كتبهم يقولون الكتب المحرفة يقولون إن الله لما خلق السماوات والأرض تعب فاستلقى فجاءه يعقوب فأمسك به وقال أنا لا أدعك حتى يعني تعيدني في شأن ذريتي وأنه هو جعلهم يعني أمة خاصة يعني كأنه أخذ هذا التأييد من الله هذا كلام لا يقوله حتى الأطفال الصغار الأغرار هو هذا كلام قل أتحاجوننا في الله ربنا سبحانه وتعالى معروف عندنا بأوصافه وأسمائه وخلقه وقدرته وتدبيره لا يخفى علينا أمره سبحانه وتعالى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم هو ربنا وهو ربكم لكن أنتم حرفتم وخلفتم ونكثتم وتقولتم على الله سبحانه وتعالى أم تقولون على الله ما لا تعلمون ونحن لنا أعمالنا ولكم أعمالكم يعني لا تسألون عن عمالنا في يوم القيامة ولا نسألوا عن عمالكم سيأتي في يوم القيامة كل واحد ويقف في موقف الحساب ويسأله ربه عن عمله ونحن له مخلصون نحن ملتزمون باتباع شرعه وإطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام أم تقولون وهذا تقريع لهم هذه هي الآية أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى هذا تقريع تقريع لهم وتشنيع عليهم كيف تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وهؤلاء الذين ذكروا كانوا من اليهود أو من النصارى الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يرد عليهم يقول ما كان إبراهيم يهودي ولا نصراني وما أنزلت التوراة والإنجيل هذه التي هي لليهود والنصارى إلا من بعد يعني مسألة محاجة عقلية واضحة كالشمس في رائعة النهار كيف تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق كانوا هودا أو نصارى واليهودية والنصرانية ما جاءت إلا بعدهم بزمن طويل فكيف يمكن كيف يمكن أن يُنسب هذا الأمر إليهم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى سبحان الله قل أأنتم أعلموا أم الله حاش الله أن يغيب عن علمه شيء الله عليم بكل شيء فأنتم الآن تتقولون وتذكرون أشياء ليس عندكم فيها دليل بل هي مخالفة للواقع والمشاهد إبراهيم عليه السلام يعني هؤلاء من نسله لكن بينه وبينهم أمد طويل سنين متطاولة وقرون وأحقاب كيف يكون إبراهيم يهوديا واليهودية والنصرانية ما جاءت إلا بعده بزمن طويل قل أأنتم أعلموا أم الله الله سبحانه وتعالى هو الذي بيّن لنا نحن لا نعلم هذا نحن أيضا لكن الله بيّن لنا أن إبراهيم عليه السلام ما كان يهوديا ولا نصرانيا فنقبل قول من هل نقبل قولكم إن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا أو نأخذ بكلام الله الحق الثابت قل أأنتم أعلموا أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله أنتم تعلمون أن هذا الكلام غير صحيح كما في كتبكم لكن أنتم كتمتم هذا الحق كتمان الحق هذا من أعظم الأمور التي يؤاخذ بها الإنسان والتي ربما تدخله إلى النار ولا ياذب الله ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر بعدم كتمان الحق ومن ذلك كما ذكرنا في درس مضى كتمان الشهادة ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آتم قلبه قال ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون هل تظنون أن تلبيسكم وتدليسكم وتحريفكم هذا يخفى على الله وما الله بغافل عما تعملون سيحاسبكم الله على ذلك ثم تأتي آية هنا يختم بها هذا الأمر ذكرت هذه الآية في بداية في درسنا هذا قبل قليل وهي قوله تبارك وتعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون هذا يدل على أهمية هذا الأمر الإنسان لا يشغل نفسه بعمل غيره لا يشغل نفسه بعمل غيره عليه عليك نفسك هذبها فمن ملكت زمامه النفس عاش الذهر مفتونة الإنسان عليه خاصة نفسه ولا عليك من عمل الآخرين كل سيحاسبه الله على عمله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون هذا التكرار في تأكيد لأهمية هذا المعنى يروى أن أحد السلف وربما هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله جاءه من يسأله هل الحق مع علي أو مع معاوية من هؤلاء الذين قتلوا مع علي والذين قتلوا مع معاوية من أهل الجنة أو من أهل النام قال تلك أمة قد خلت لا يفيدنا شيء الآن من تذكر حالهم لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون فهذا فيه توجيه لصرف النظر عما لا فائدة فيه الإنسان الشيء الذي نحتاج أن نختم به هو أن الله سبحانه وتعالى ذكر سفها بني إسرائيل هؤلاء ذكر سفهم في الآيات الأولى المتقدمة في الدرس الأول عندما دعوا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أن أؤمنوا كما آمن السفها ماذا قال الله تبارك وتعالى قال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلم ثم جاء هنا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه وهذا يتعلق باليهود هؤلاء هؤلاء هم السفهاء على الحقيقة الله سبحانه وتعالى هناك شنع عليهم ورد عليهم فريتهم ثم قال هنا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه وسيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله في بداية الدرس القادم في قصة تحويل القبلة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليهم فهذا السفه الخروج عن العقل ومخالفة أقوال الحكماء وأفعال أهل الاتزان وأهل الرشد هذا سمى في هؤلاء كذبوا على الله وخالفوا منهج الله وادعوا بالباطل وكل هذا دليل على سفههم لأن الله سبحانه وتعالى لم يتركهم هملا أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا ثم بعد ذلك فتح الباب لهم ببئثة محمد عليه الصلاة والسلام مع ما حرفوا ومع ما خالفوا ومع ما عصوا ربهم ومع ما قتلوا من أنبياء الله فتح الباب لهم قلوا أمنا بالله وما أنزل أدخلوا مع المؤمنين لكنهم مارضوا أثروا على هذا السفه الذي لن ينفعهم شيء الذي سيقودهم إلى الهلاك والدمار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من من يستمعوا القول فيتبعوا أحسنه وأن يهدينا سواء السبيل وأن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفرة والأعداء الدين وأن ينصرنا على هؤلاء اليهود الظالمين وأن يمكن للمسلمين في بيارهم وأوطانهم منه على كل شيء قدير